موسيقى مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم في آخر طبع لا شك أن الأحداث التي تمر بها منطقتنا العربية كثيرة لكن الأبرز اليوم الأزمة المصرية التي اعتبرها كثيرون امتحانا للثورة وقد وضعت البلاد أمام خيارين إما الفوضى أو الحوار ويبدو أن الفوضى لا يرغب بها أحد بالرغم من أن الحوار حتى هذه اللحظة صعب المنال أما في سوريا فاشتداد المعارك حول العاصمة دمشق بدأ يطرح العديد من التساؤلات في الصحافة العربية حول صمود النظام السوري واستمراره وفي ظل هذا المشهد تعيش مدينة طرابلس في شمال لبنان هدوءا حذرا بعد اشتباكات كانت الأعنف منذ عام 85 من القرن الماضي هذه المواضيع تنولتها الصحف الصادرة اليوم وسنناقشها مع السيد توني نصر الله وهو القياد في التيار الوطني الحر أهلا وسهلا بك سيدي الكريم اسمح لي قبل أن نستمع إلى عنوين الصحف الصادرة اليوم مع زميلة ماي رزق أود أن أسمع منك قراءة سريعة ومختصرة للمشهد الذي تراه في منطقتنا العربية أكيد نحن منطقة العربية الصابقة انتهت يعني مرحلة قبل ما يسمى بالثورات العربية أو بالتغيير انتهت وأنما المرحلة التي تلي هذه الثورات لم تبدأ بعد أو لم تتبلور كل معالمها من تونس إلى مصر إلى سوريا إلى لبنان إلى الأردن اليوم كل هذه المنطقة تعيش على فهوة تغييرات وتبديلات كبيرة جدا في الحياة السياسية في الحياة الاجتماعية في الحياة الاقتصادية ولن تسلم منها حتى منطقة الخليج العربي ربما حتى هذه اللحظات عندنا تحرق في البحرين كبير جدا عندنا نوع من الحراك في الكويت وإنما حتى السعودية وحتى غير حتى الإمارات وحتى قطر لن تسلم من هذه التحرق على كل حال أستاذ الكريم سنتوسع نحن بالطبع في هذه المواضيع ولكن سنتوقف مع قراءة سريعة لعنوي بعض الصحف مع الزميلة مايرز صباح الخير وأهلا بكم إلى بعض عنوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم نستهلها مع الصحيفة المصرية الجمهورية وفيها مصر في الشارع وطريق الحوار مسدود الرئاسة تنتظر من هذه الصحيفة المصرية ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية وفيها تصاعد الغليان في مصر يدفع مرسي لفتح باب التنازلات الجيش الحر يعلن مطار دمشق منطقة عسكرية وانتخاب رئيس للأركان مشعل في غزة لأول مرة وإسرائيليون يرونه رجل حوار أوباما قد يختار رئيس مستشارة للأمن القومي إذا فشل في منحها الخارجية من هذه الصحيفة السعودية ننتقل إلى صحيفة القدس العربي التي جاء فيها الرئاسة مستعدة لتأجيل الاستفتاء بشروط والمعارضة تتمسك بإلغاء الأعلان الجيش الحري يطوق المطار ويتوقع هجوما واسعا لقوات النظام قرب دمشق الأردن يحذر من وصول آثار الاقتتال إليها ومخاوف من كارثة كيميائية مشعل في غزة للمرة الأولى يقبل ترابها ويتمنى الشهادة فيها من هذه الصحيفة السعودية ننتقل إلى صحيفة السفير اللبنانية التي عنونت بدورها طرابلوس تنزف والتنصيق إلى الإضراب والتظاهر الأربعاء ثورة مصر إلى القصر مجددا ولا زمن الفراعنة مشعل في غزة المصالحة وعدنا اقتراب أمريكي من جناف السورية ونبقى مع صحف اللبنانية لننتقل إلى صحيفة النهار وجاء فيها مرسي مستعد لتأجيل المشروط للاستفتاء والغضب يتصاعد في شريعي المعارضة والإخوان جسور حوارية في عين التين والمختارة ميقاتي يطالب بضحاية الكلخ دفعة واحدة الآن ننتقل إلى صحيفة الدستور الأردنية وجاء فيها القوات المسلحة ترد على مصادر نيران سوريا الجيش لن نتردد مستقبلا بالدفاع عن حدودنا وممتلكاتنا المعايطة الدفاع عن حدود الوطن وسيادته وأمن مواطنيه أولوية جيش النظام يستعد لهجوم واسع والمعارضة تعلن مطار دمشق هدفا عسكريا مرسي يوافق على تأجيل المشروط للاستفتاء والمتظاهرون يخترقون الحواجز الأمنية أمام القصر الرئاسية الآن ننتقل إلى صحيفة السياسة الكويتية وجاء فيها أيضا مولوتوف المشاغبين يفضح سلمية المعارضة مصر تاثور ضد تغيان الإخوان وأخيرا مع الصحيفة البحرينية وهي صحيفة الوسط ولي العهد في افتتاح حوار المنامة لست أميرا للسنة أو للشيعة فقط وإنما للبحرينيين جميعا ومع العنوان الأخير المعارضة المصرية ترفض الحوار ومتظاهرون يخترقون الحواجز أمام القصر الرئاسي هذه كانت بعض العنوين لهذا اليوم عود إليك ملحم شكرا لك مايا سيطوني تعليق سريع على بعض العنوين اللافتة بالطبع كل يوم عنوين الصحافة العربية تجنح إلى ما كنا في المخدمة المنطقة تعيش حالة غليان تعيش حالة تغيير تعيش حالة تبديل نتمنى أن يكون نحو الأسوأ وإنما هناك نوع من تشابك فيما يحدث في مصر في الأردن في سوريا في البحرين في الكويت وربما حتى هناك نوع من تمسك كل مسؤول أو كل رئيس أو كل زعيم أو كل ملك بحكمه وهناك شعب يحاول أن يبدل في بعض المناطق وهناك قوة خارجية تدخل في هذا التبديل وهناك قوة إسلامية متصاعدة في معظم هذا المشرق يعني هذه هي الصورة قراءتك هذه تدفعني حقيقة للسؤال عن الربيع العربي هل كان بادرة خير أم بادرة سوء؟ يعني حتى اليوم حتى هذه اللحظات مع الأسف الربيع العربي الذي كنا نتمنى أن يكون بادرة خير لم يكن أبدا بادرة خير ما يحدث في مصر كبير وكبير جدا حكم محمد مرسي بالطريقة التي يحكم بها والطريقة التي يحاول أن يفرض على الشعب المصري نوع من العادات نوع من التقاليد نوع من الحياة غير موجودة لدى هذا الشعب تدل على مدى عقم هذه الثورة العربية أو هذا الربيع العربي ما حدث في تونس بعد الثورة يعني الشعب في تونس سار على الطغيان ليحكم بطغيان آخر ليحكم بأشخاص لا يريدون أن يقبلوا رأي الآخر كل هذه الأمور تدل على أننا ما زلنا في المخاض ربما من يصحح البوصلة العربية هي مصر يعني في حال استطاع المتظاهرون هؤلاء الشباب الذين لا ينتمون إلى أي جهة إقليمية أو خارجية ولا تسيرهم هذه الجهة أي جهة إقليمية أو خارجية إذا ما استطاعوا أن يصححوا مسار الثورة في مصر سوف نشهد حقيقة ربيعا عربيا في كل الدول العربية وإذا فشلوا نحن أمام مقزق حقيقي أنتم قيادات مسيحية في الشرق هل أخفتكم إنجاز التعمير التصرفات تصرفات الإخوان المسلمين في مصر على الأقل على مستقبل المنطقة بالطبع بالطبع يعني من لا يقبل الآخر مشكلة أستطيع أن أتحاور مع الآخر أستطيع أن أقول للآخر أنت مخطئ ولكن من لا يقبل الآخر بالنسبة للمسيحيين هو خطر عليهم كما بالنسبة للمسلمين كما بالنسبة لكل الناس أي متطرف سواء كان مسيحيا أو إسلاميا أو علمانيا هو خطر على الآخر كون التطرف اليوم لا يرى بالآخر إنسان لا يراه كائن حي وإنما يراه أداة يجب أن يخضع له هذا على الصعيد الفردي أم على الصعيد الجماعي فإنه أخذ حقوق الجماعات يعني ماذا استفاد اليوم المسيحيون الأقباط الذين يمثلون حوالي أكثر من 10% من الشعب المصري وهم لم يأتوا إلى مصر هكذا يعني هم ليسوا تركة أجنبية في مصر نسيج أساسي 100% فإذن ماذا كسبوا من هذه الثورة اليوم لم يكسبوا شيئا ماذا يكسب اليوم المسيحيون في سوريا نرى تصرفات الصوار في حلب وفي أماكن أخرى خطيرة جدا على هذا النسيج الأساسي في سوريا من هنا ندعو إلى حوار حقيقي ما بين اللبنانيين حوار أساسي حوار وجد على كل حال ربما سنتوسع أكثر في الموضوع السوري والموضوع اللبناني لكن اسمح لي أن نتوقف مع مقتطفات من الصحافة العربية مع فقرة الحدث القدس العربي لا مدنية ولا دينية بل عسكرية عبد الباري عطوان الرئيس المصري محمد مرسي رفض التجاوبة مع مطالب المعارضة في سحب الأعلان الدستوري أو إلغان استفتاء على مشروع الدستور حفاظا على هيبته وهيبة الدولة جبهة الإنقاذ الوطني تتمسك بمواقفها وترفض دعوة الحوار وتحتكم إلى الشارع وحشد الأنصار في تظاهرات صاخبة جبهة الإنقاذ تطالب بدولة مدنية والتيار السلفية الإخواني يريدها دولة دينية إسلامية ويبدو أن الخيار الثالث أي الدولة العسكرية هو الأكثر ترجيحا إذا استمر العناد وانسدت كل آفاق الحوار لسنا مع الإعلان الدستوري لكن على الجميع التنازل من أجل مصر وشعبها الرسالة وصلت إلى الرئيس وحزبه ولا بد من مساعدته على النزول من على شجرة هذا الإعلان في المقابل على الرئيس أن يدرك أنه أخطأ وأن يعترف بهذا الخطأ هناك مؤامرة على مصر من الفلول ومن يعتقد أن الفلول سيختفون من المشهد فهو مخطئ بل ساذج لكن الذكي هو من لا يوفر المناخ لنجاح هذه المؤامرة والداعمين لها السفير محمد بلوت قيادة موحدة للمسلحين برعاية بندر والعطية شهدت مدينة أنطاليا التركية اتفاقاً على إقامة قيادة عسكرية موحدة للمجموعات المقاتلة ضد الجيش السوري بقيادة العميد سليم إدريس يعاونه خمسة ضباط بصفة نائب رئيس للأركان ويحتلون قيادة خمس جبهات مصدر في الجيش الحرق لأن هذه الخطوة تشير إلى رهان كبير على الحل العسكري وقيام القيادات العسكرية السورية التي ستقود سوريا ما بعد الأسد رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان ووزير الدولة لشؤون الخارجية القطرية عبد الرحمن آل العطية كان قد قادة الاجتماع الرابع لتوحيد العمل العسكري للمعارضة السورية حضر اجتماع أنطاليا ضباط ودبلوماسيون فرنسيون وأمريكيون وبريطانيون وأتراك كذلك حضر مندوبون عن أكثر الجماعات المقاتلة كما قال مصدر من الجيش الحرب استثناء مندوبين عن جبهة النصرة بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها على وضع الجبهة على لائحة المنظمات الإرهابية الحيات فيتو إسرائيلي بموافقة أمريكية على زيارة شلح قالت مصادر فلسطينية موثوق بها للصحيفة إن المسؤولين المصريين أبلغوا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح أن إسرائيل أبلغت مصر رفض دخوله ونائبه زياد النخالة والقيادة في حركة حماس صالح العروري إلى قطاع غزة لأن دخولهم سيتسبب في مشكلة ويهدد اتفاق التهدئة المصادر كشفت أن المسؤولين الأمريكيين تصلوا بالمصريين وأكدوا لهم ضرورة التزام مطالب الجانب الإسرائيلي سيد طوني قبل قليل قلت لي بوضوح أن الإخوان رفضوا الحوار ورفضوا تقبل آخر وهذا كان هو السبب الرئيسي للقلق الذي ينتاب مسيحي الشرق حاليا من وصول الإسلام السياسي إنجاز التعبير وسيطرتهم على منطقتنا العربية ولكن السيد محمد مرسي رئيس الجمهورية المصرية دعا بشكل صريح وواضح للحوار يعني لما الرئيس مرسي بتصرف بعد انسحقه بمسؤولين الأقباط من الهيئة التأسيسية للدستور وكما غيره من صحة بها الطريقة لموبالات وبيصر على استكمال عماله وترفع تقريرها إليه ويذهب إلى استفتاء اليوم مواد الاستفتاء على ما أظن يوم وسط المقادم نعم كل هذه استفتاء في الخارج اليوم كان مقرر في الخارج ولكن كان هناك حديث عن التأجير نعم يعني ماذا يدل؟ يدل على أنه الرئيس مرسي يريد أن يفرض ومن ورائه لقد استفاد الرئيس مرسي من دوره إذا بدك التسوي في غزة نعم ومن جعله بطلا غربيا في الاعتداء على غزة استفاد من هذه اللحظة الإقليمية لكي ينقض على الداخل ليس صدفة أن يعلن أن يقيل مدعام مصر وأن يعلن جزء من الدستور وأن يتخذ صلاحيات لم يجرق حتى مبارك أن يتخذها في هذه اللحظة الرئيس محمد مرسي في خطابه هذا مطعن به أمام من؟ إذا أمام القضاء أعتقد بأن القضاء اليوم المصري لا يمكن انتهامه بالفلول يعني يحاول بعض نعم لكن اسمح لي سيد توني يعني للرئيس صلاحيات لا يمكن أن يكون رئيس مجرد هكذا يعني مجرد ديكور إنجاز التعبير له صلاحيات ويجب الحفاظ عليها ولكن يعني محمد مرسي في خطابه الأخير تعليقا على ما حدث في الشارع وعلى الإعلان الدستوري قال بأنه الإعلان الدستوري فقط وفقط هو للحفاظ على مكتسبات الثورة لا أكثر ولا أقلن كان يقول جمال مبارك يعني ووالده لما كانوا مسيطين على الحكم أننا نحن نحافظ على الثورة نعم نحافظ على مكاسب الشعب من أجل ذلك نعلن حالة الطوارئ من أجل ذلك نعلن قمع الحريات من أجل ذلك نفقر العالم من أجل ذلك نسرق ومن أجل ذلك نحكم ولا نريد أن نتخلى على الحكم ماذا تغير يعني التغطي اليوم أنه كما الأمس أنه نحن نريد أن نحافظ على الثورة ونريد أن نحارب إسرائيل نمنع الديمقراطية الحقيقية نمرع تقدم الشعوب نمنع الحوار الحقيقي يعني من أجل كسب رأي عام يستطيع أن يؤمن بهذا الوطن العربي ماذا تغير لماذا هذه الثورة إذن لماذا على الرئيس بنفس الخطاب الذي كان يستعمل وقبل الثورة يستعمله اليوم محمد مرسي ومن معه طيب لماذا على الرئيس أن يتنازل ولا يتنازل الطرف الآخر القوى المدنية لا تزال مصرة على مواقفها على إسقاط الإعلان الدستوري وعلى تأجيل موعد الاستفتاء ومن ثم الجلوس على طاولة الحوارة في حال اليوم تخلت عن مطالبها بإسقاط الإعلان الدستوري سوف تحكم بدستور يستطيع من خلاله مرسي أن يصبح فرعونا جديدا في مصر هي يعني كأننا نريد من هذه القوى أن تتخلى عن حريتها كأنه نريد من الإنسان المصري أن يتخلى عن حريته وهذا أمر صعب وبل مستحيل أعتقد بأنه من أوصل الأمور في مصر إلى هذه النقطة هو محمد مرسي ومن وراء محمد مرسي وليست قوى التي تعطرت لعوه على الإعلان الدستوري كان من الممكن هؤلاء كانوا شركاء في صورة واحدة لا يمكن اتهامهم بالفلول لا يستطيع الاتهام اليوم نادي القضاء الذي وقف بوجه مبارك بأنه من فلول النظام لا نستطيع اليوم أن نحكم هذه المؤسسات الموجودة في مصر ومصر لديها مؤسسات ومؤسسات فاعلة بأنها من الفلول من غير المسموح أن يشعر المصري بأن من ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة المصري حزب محمد مرسي هو اختره الله ليقودهم هذه هي المشكلة اليوم في السورات العربية طيب هناك من يقول من المراقبين المصريين تحديدا أن إسقاط الرئيس محمد مرسي يعني إسقاط كل رئيس سيأتي بعده وشو رأيك بالكلم يعني بالطبع هناك مخاض اليوم فيه في مصر يعني ما بعد الثورة يعني مصر لم حتى محمد مرسي لم يستطع اليوم مشكلة محمد مرسي الحقيقية بأنه لم يسمح بقيام دستور يحمي الرئيس كان يريد دستور أن يحميها هو وأن يحمي مكتسبات حزبه ليس أن يحمي مصر هذه المشكلة الحقيقية من هنا أعتقد بأن هذا الطرح تخويفي في إطار العام وإنما في حال استطاع المصريون أن يتطفقوا على دستور هذا الدستور يحمي الكل يحمي رئيس الجمهورية كما يحمي المواطن العادي محمد مرسي لا يريد لا دستور يعني لو استطاع أن يحكم من دون دستور من دون قوانين وأن يطبق شريعته الخاصة لما تأخر هذه المشكلة اليوم التي يعاني منها هذه مشكلة مصر هذه مشكلة تونس هذه مشكلة ما يحدث في سوريا هل سبب المشكلة برأيك هو غياب رؤية وطنية مشتركة بين جميع فئات الشعب المصري بعد ثورة 25 من ينار من الطبيعي وفقا لتطور الثورات في العالم أن يختلف الثور ولكن عليهم أن يحتكموا إلى شرع إلى قانون إلى دستور اليوم ما حدث في مصر هناك من سرع هذا الاختلاف ومن سرع هذا الكل رضيه بأن محمد مرسي هو رئيس للجمهورية الكل لم يعترض على هذا الانتخاب علما أن فوزه لم يكن كبيرا جدا وانحنوا أمام هذه الديمقراطية من طعن في الديمقراطية أو من استغلت الديمقراطية كسلو أو كباص ليستطيع أن يحكم إلى الأبد هو محمد مرسي وهذا ما يحدث فيه كل الدول العربية اليوم على ما يبدو أن هناك يعني غموض إنجازة لنا التعبير ينتاب مستقبل الجمهورية المصرية هل أتوافق من الرأي؟ هل أتوافق من الرأي؟ مع الأسف نعم هناك هذا الغموض نعم هذا يدفعني للسؤال التالي كيف يعني يمكن أن يكون مستقبل أقباط مصر في المرحلات قادمة؟ أقباط مصر هم جزء أساسي من النسيج المصري ولكنهم أقلية أساسي من النسيج المصري في حال كان هناك مشكلة على كل الشعب المصري سوف يعاني من الأقباط وفي حال استطاعت مصر أن تجتاز هذه المرحلة سوف يجتازها الأقباط أيضا الأقباط لا يريدين لا الهجرة ولا أعلان دولة ولا ما إلى ذلك يريدون أن ينخرطوا في مصر مصر التي يحبون مصر التي يعشقون مصر التي قدموا لها أبنائهم ويعملون بها في كل المجالات بالطبع في حال انكسار الشرعية المصرية والزهاب نحو التطرف بالطبع ليس فقط الأقباط هم الذين سيكونون في خطر وإنما كل مصر التي نعرفها والتي نحبها والتي نريد لها أن تستعيد دورها الإقليمي لكي نرتاح من الطارئين لكي نرتاح من الطارئين سوف يكونوا بخطر ولكن لا يجب أن ننسى أن الدستور الذي طرح ويعني تقريبا كان هناك توافق حول هذه المادة المادة الثانية التي تقول أن مبادئ الشريعة الإسلامية يجب أن تكون مصدر للتشريع وأعتقد أن القوى المدنية أيضا قالت بأن ليس لديها مشكلة مع مبادئ الشريعة وليس التطبيق الكامل للشريعة الحق الأقباط رفضوا هذه النقطة بالتحديد لأن هذه النقطة مطاطة اليوم بوجود محمد نورسي هذه العبارة مطاطة جدا وتحمل العديد من التأويل وتحت عباءة هذه المادة يستطيع أن يحكم إسلاميا وأن يطبق الشريعة الإسلامية المتطرفة يعني لا أحد للإسلام وأنا ما عندي خوف من المسلم وما بقبل حدا ينجي خوف من المسلم لا بالغرب ولا بالشارع وأنما من نخاف هو من يستعمل الدين ومن يستعمل المزهب السنية أو يستعمل المزهب الشيعي من أجل أن يصل إلى السلطة وأن يحكم مفقا لمصالحه الخاصة هذا الخوف الذي يخافه الأخباط وهذا الخوف الذي يخافه المسيحيون في كل هذا الشيء يعني أفهم منك سيد توني أنه ليس لديكم يعني قلق أو مخاوف من ذكر هذه المادة في الدستور ولكن القلق من من سيطبق هذه المادة بالطبع بالطبع على كل حال اسمح لي أن أتوقف مع فاصل قصير ومن ثم سنوصل هذا الحوار معك من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام ما زلنا معكم في آخر طبعة سننتقل الآن إلى مقتطفات من الصحافة الأجنبية ومن ثم سنتابع هذا الحوار مع السيد توني نصر الله لفيجارو لقاءات الغرب بالإسلاميين بدأت قبل الربيع العربي أفدت مصادر للصحيفة أن مسؤولين غربيين رفيعين التقوا بسرية تامة قادة أبرز الحركات الإسلامية في العالم العربي قبل بدء الربيع العربي وذلك بالرغم من معارضة هؤلاء للأنظمة التي كان يؤيدها الغرب آنذاك ضمت هذه اللقاءات دبلوماسيين فرنسيين وألمانا وإسبانيين ونرويجيين إضافة إلى مسؤولين من حزب العدالة والحرية المغربي الذي يرأس الحكومة اليوم وحزب النهضة التونسي وأفراد من حركة الإخوان المسلمين السوريين وممثلين عن حماس ولبنانيين دبلوماسي سويسري أكد لنا صحة هذه المعلومات كما أوضح أحد الدبلوماسيين المشاركين أن الهدف من اللقاءات كان إقناع الإسلاميين بالوصول إلى السلطة عبر الانتخابات نيويورك تايمز مرسي يلجأ إلى الإسلاميين يعتمد الرئيس المصري محمد مرسي على نحو أساسيا على حلفائه الإسلاميين من أجل تحقيق نصر حاسم في الاستفتاء على الدستور مسؤولون من حركة الإخوان المسلمين أقروا بعزلة الرئيس على الساحة السياسية ومعتبرين أنه ليس أمامه سوى اللجوء إلى الإخوان لأنه لا أمل في التوصل إلى اتفاق بينه وبين المعارضة من جهته رأى المؤرخ المصري خالد فهمي أن نتيجة الاستفتاء على الدستور قد تكون لمصلحة مرسي لكن مصر ستصبح بعدها عصية على الحكم أكثر مما هي عليه الآن إضافة إلى ذلك أقرى مسؤولون من حركة الإخوان بأن المعركة الحالية ستظر بها من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وبأن الحركة لم تحظى بمستوى ثقة نفسه التي حظيت بها في السابق الاندبندت روبرت فيسك سوريا وحقيقة الأسلحة الكيميائية نسمع من أسابيع بعض أشباه الخبراء ممن لا يستطيعون إيجاد سوريا على الخريطة وهم يحذرون من استخدام الأسلحة الكيميائية المعلومات عن إمكان استخدام سوريا لهذه الأسلحة تأتي عن طريق المصادر الاستخبارية العسكرية نفسها التي لم تستطع اكتشاف أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر قبل وقوعها لكنها أصرت في الوقت نفسه على حيازة صدام حسين لأسلحة ضمار شامل المسرحية بدأت معي بعد اتصال طلقيته من إحدى الوسائل الإعلامية تسألني فيه عن استخدام حافظ الأسد أسلحة كيبيائية خلال انتفاضة حما عام 1982 صدف أنني كنت هناك في ذلك العام ولم أرى أي جندي يرتدي قناعا واقيا من الغاز ولا حتى مدنيا واحدا كما لم يخبرني أحد من الناجين بذلك لكن الجميع مقتنع اليوم بحصول هذا فهي رواية غزو العراق تتكرر سيد طونيا هناك مقال في الشرق الأوسط للكاتب أكرم البني عنوان هذا المقال بالإسلاميين السوريين والتجربة المصرية خلاصة المقال يقول الكاتب أنه ينبغي على إسلامي سوريا أن يتعلم الدرس من التجربة المصرية التي دفحت بالعديد من شرائح المجتمعات العربية إلى إعادة النظر في دعمها للإسلاميين هل ترى أن هناك ثم تشابه ما بين إسلامي مصر وإسلامي سوريا مع الأسف إسلامي سوريا على الأسف يعني عم بحكي هنا عن المتطرفين هم دمويون يعني ما يحدث في حلب وفي بعض مناطق حلب هل تقول هذا الكلام بصفة تعميم؟ لا عم بحكي عن المتطرفين يعني جبهة النصرة اليوم يعني هناك متطرفين في سوريا وهناك معتدلين أيضا لا لا مش عم بحكي عن كل السور نعم مش عم بحكي عن كل السور نحن نتحدث عن الإسلاميين في سوريا نعم يعني جبهة النصرة حتى ولكن يعني للتوضيح أنت تميز ما بين المعتدلين وما بين المتطرفين أكيد أكيد جبهة النصرة حتى الولايات المتحدة ما قدرت حملتها اليوم وأعلنتها أنه هي من من المنظمات الغير مرغوب بها أو الإرهابية فإذن بعتقد أنه اليوم ما يحدث في سوريا اليوم يعني لا يمكن إسقطه على صورة سورية ومطالب حرية فقط لا غير بالطبع ارتكب النظام الكثير الكثير ما لغطاء وبالطبع النظام لم يكن ديمقراطيا كما يعني كما السعودية ليست ديمقراطية على كل حال يعني التي اليوم بحسب ما حسب ما سمعنا هي تقود هذه الحرب إذن ما يحدث اليوم في سوريا هو صراع ما بين المحاور عشنا في لبنان من سنة 1795 الحرب ما يسمي بالحرب الأهلية في لبنان تحول إلى حرب سوفيتية أمريكية على أرض لبنان تحول إلى حرب ما بين محاور كل المحاور على أرض لبنان اليوم ما يحدث في سوريا هي نفس المحاور اليوم تتحاور بالسلاح في سوريا من هنا يعني يصبح التفصيل اليوم السوري بهذه المعمعة نوعا من ضياء تضيع للوقت إذا لم يتطفق إذا لم تتطفق البيت المتحدة الأمريكية مع روسية على حل في سوريا نعم نحن أمام حرب كالتمتد إلى سنوات وفي حال أصر المحاور السعودي الأمريكي على هزم إيران في سوريا بتفكير ثم سوف ينتقلون إلى حزب الله وإلى المالك وإلى إيران نحن أمام حرب طويلة الأمد نعم لذلك كان على السوريين وخصوصا على السوار الذين أو على الذين قاموا بالحراق الشعبي أن ينتبه لهذه النقطة وأن يتحاوروا فعليا مع النظام من أجل تجنيب سوريا القتل والتهجير والتهديم اليوم من يستطيع أن يحكم سوريا بعد هذه الحروب لن يستطيع أن يحكمها أحدا من يستطيع أن يبني سوريا من يستطيع اليوم أن يسيطر على سوريا يعني رأينا اليوم في مصر ثورة سلمية لم يتفق الصور فيما بينهم فيما بعد كيف يستطيع أولا السور أن يتفقوا في سوريا والسوريا ليست مصر جغرافيا هي عقدة سوف تنتقل هذه البقعة إلى جميع النقاء يعني إلى تركيا إلى الأردن أقله إلى لبنان على كل حال إلى العراق يبدو أن المعارضة الآن بصدد وضع خطة استراتيجية للمرحلة الانتقالية ومن ضمن بنود هذه الخطة يعني رس صفوف المعارضة وتوحيدها على كل حال من يوحد المعارضة اليوم أمر وجود النظام والضغط الخارجي خصوصا الضغط العربي عليهم وإنما في حال وصلوا وصلوا إلى السلطة في حال وصلوا سوف تنفجر هذه المعارضة من الداخل سوف تنفجر من أجل المكاسب وما يحدث هل أنت تشك بوصولهم إلى السلطة في المستقبل أنا أشك بأنه سوف يكون هناك سلما في سوريا في حال بقي الصراع الدولي والإقليمي على أرض سوريا طيب سيطوني هؤلاء المساكين دمى دمى كما كنا نحن في لبنان دمى بيد الولايات المتحدة وبعد سعودية في وجه إيران في حال فشلوا سوف يتحملون هم عبء الفشل وفي حال نجحوا سوف تزاح هذه الدمى على كل حال سيطوني هذه قراءة وهناك قراءات متعددة أيضا ربما مناقضة للقراءة التي قدمتها حضرتك ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى ضمن سوريا ولكن موضوع آخر الآن هناك حديث متكرر والتصريحات متكررة وربما بلهجة تصاعدية إنجاز التعبير على لسان المسؤولين الغربيين عن امتلاك سوريا أسلحة كيموية واحتمال استفادة أو استخدام هذه الأسلحة هل نحن أمام تكرار للسيناريو العراقي هل يعني الأرض مهيئة لتكرار مثل هذا السيناريو أم لا لا أعتقد حتى اليوم بأن المتحدة الأمريكية تريد يعني تكرار ما حدث في العراق لأسباب عديدة يعني نعم أسباب اقتصادية وأسباب سياسية وأسباب عسكرية ربما التهديد اليوم هو من أجل الجلوس إلى طاوة الحوار مع إيران وليس مع سوريا ربما برؤية استراتيجية لماذا الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة أو لا ترغب بتكرار سيناريو العراق لأن أوباما لا يريد الحرب لماذا قامت كل يعني كل ما قام كل ما انتصارهم الانتخابي نعم قام على هذا الشعار لأن نريد حروبا جديدة أن تتدخل فيها الولايات المتحدة كون مع بوش دخلت مباشرة الولايات المتحدة في معمعة الصراع العربي في الوحول المتحركة العربية هذا استراتيجيا لا تريد اليوم الولايات المتحدة أن تتدخل مباشرة نعم إذا هؤلاء الصوار يكمون بعمل الولايات المتحدة يموتون كي لا يموت الجند الأمريكي لماذا على الولايات المتحدة أو على إسرائيل أن تتدخل هذا أولا ثانيا هناك وضع اقتصادي هش في الولايات المتحدة بدأ يتحسن اليوم وأنه حتى أوروبا تعاني منه يعني الإزمات الاقتصادية تؤثر دائما بالحروب أنا أعتقد طالما تقول بأني أقول رأي لدي رأي بأنه هذه الأزمة الاقتصادية كتنتهي بحرب وأنها ليس في سوريا حرب كبيرة جدا على شبيه الحرب العلمية الثانية التي أحد أسبابها الأساسية هي سبب اقتصادي الآن هل هناك تخضير لهذه الحرب لا صواريخ باتريوت على الحدود السورية التركية هل هي موجهة للنظام السوري الذي يقول البعض أنه نظام أصبح متداعي من الداخل قد أم موجهة لإيران إيران وقد تكون موجهة إلى سوريا وقد تكون تركيا تقول تريد يعني اليوم تركيا أمام مأزق حقيقي مأزق داخلي بسبب التركيبة الاجتماعية الديموغرافية التركية والأزمة الاقتصادية العالمية سوف تؤثر على نموء تركيا لن تستطيع تركيا اليوم تحقق مكانات ترغب به ودوء تركيا في تسفير المشاكل التي قامت عليها سياسة أوغلو لم تؤدي إلى أي مكان وإنما أصبحت اليوم تركيا على خلاف مع العراق على خلاف مع سوريا على خلاف مع معظم الدول التي تحيطوا بها مع روسيا اليوم هناك خلاف استراتيجي يعني يخطئ من ينظن بأن روسيا لا تهتم بالشرق الأوسط يخطئ من ينظن بأن منطقة شرق الأوسط وصولها إلى لبنان ليست في حسابات السياسة ربما زيارة الأخيرة لتركيا كانت محاولة لنزع فتيل هذه الأزمة على كل حال سأعود إلى الموضوع موضوع الأسلحة الكيموية النظام السوري قال صراحة أنه يمتلك هذه الأسلحة ومن ثم عاد وقال يعني نحن لن نستخدم هذه الأسلحة حتى لو كنا نمتلكها بين قوسين يعني وربما هي يعني محاولة للتراجع عن التصريح الأول ولكن هل أنتم مطمئنون بأن النظام السوري لن يستخدم هذه الأسلحة ولو سمحت يعني جاوبني على هذا السؤال بصفتك قيادة في التيار الوطن الحر نحن ما في إلك نحن مطمئنين أو غير مطمئنين هل حصلتم على ضمانات معينة هل توصلتم مع جهات معينة حولها الكلام اليوم مع سوريا هو كلام سياسي وليس كلام أمني أو عسكري ما بين التيار الوطن الحر وصوريا وإنما اليوم وكل كلامنا نحن مع سوريا من أجل وضع لبنان خارج إطار ما يحدث في الدول العربية وإنما أنا اللي بقوله اليوم من استفاق اليوم على هذه الأسلحة استفاق عليها لسببين السبب الأول ربما تهي للتدخل ربما وإنما لا أراه في الأفق وثانيا لمزيد من الضغط على النظام وليس الحماية للشعب السوري وليس حماية للشعب السوري لأن من أراد أن يحمي الشعب السوري لكان فرض على الكل أليج القلق لديكم من استخدام هذه الأسلحة أنا يوجد لدي قلق يومي على سوريا من القتل في سوريا من التفجيرات في سوريا هناك أبرياء من الطرفين يموتون ويقتلون هذا قلق اليوم أنا قلق أرى بلدا يتهدم أمامي كما تهدم البلد لبنان أرى شعبا يتفتت كما تفتت الشعب اللبناني أرى مهجرين يدخلون إلى لبنان لا أعرف عددهم لا أعرف أين يبتون لا أعرف ماذا يفكرون لا أعرف ماذا يحملون معهم هذا قلقي قلقي ليس فقط على سوريا فقط قلقي على لبنان هنا المسألة يعني أخاف من ورّت سوريا بما ورّتها بأنه ورّت لبنان مع الأسف حول هذا الموضوع حلفائكم في لبنان ماذا يقولون لكم عن موضوع الأسلحة الكيموية حلفائكم في لبنان المقربون جدا من النظام السوري نحن نتكلم مع كل الحلفاء في السياسة نتكلم نتكلم في الأمن ولكن ما يحدث اليوم في سوريا صديقي سوف يؤثر على لبنان مع الأسف يعني القضية الفلسطينية اليوم أثرت على لبنان كون استغل هؤلاء الفلسطينيون نعم في حروب في لبنان نخاف أن يستغل هؤلاء السوريون الذين المساكين يعني الفقراء في حروب أيضا في لبنان نعم هذا ما نخاف على سأعود لما ذكرته صحيفة السفير قبل قليل قد استعرضنا بعض مقتطفات من الصحف العربية يقول مقالي الزميل محمد بلوت أنه رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندربو سلطان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية عبد الرحمن آل عطية كان قد قاضى الاجتماع الرابع لتوحيد العمل العسكري للمعارضة السورية وحسب الكاتب يبدو أن هناك يعني رهان كبير على الحل العسكري وهناك إقدام أو نية لدى بعض الدول الخليجية للقيام بهذا الموضوع شو رأيك؟ في توجه خليجي على أنه حسم الأمور في سوريا يؤدي إلى انتصار المحور السعودي وجه المحور الإيراني وفي كمان توجه في نفس هذا المحور على أنه طالما نحن نخود معارك في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي سوريا لن تأتي هذه الثورات إلى السعودية لن تأتي هذه الثورات إلينا هذا التفكير اليوم يغزي ما يحدث في مصر يغزي ما يحدث في ليبيا لماذا اليوم عدم التركيز على ما يحدث في ليبيا أعلاميا وكلنا يدرك بأن ليبيا ليست بخير ولماذا عدم التركيز عن ما يحدث في تونس وكلنا يعلم بأن تونس ليست بخير بلاد اليسامين أبدا ليست بخير ما يحدث في مصر فرض نفسه كون هناك ملايين من الناس نزلوا للشارع لماذا التركيز اليوم ومحاول التركيز فقط حصل الأمور في سوريا أعتقد بأن اليوم محاولة الدول الخالجية أو بعض الدول الخالجية ابقاء النار مشتعلة بعيدة على الخليج هو فقط للتمسك بالسلطة ولا يهزم إيران وليس يعني لتحقيق مطالب الشعوب في العدالة على كل حال في هذا الإطار أيضا يبدو أن هناك اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا سيُعقد في مراكش في الأسبوع المقبل ويتوقع أن تتخذ فيه قرارات بزيادة دعم المعارضة السورية بالسلاح كيف تقرأ الآن المشهد في سوريا هل النظام أصبح في وضع حرج هناك حديث عن سيطرة المعارضة على مطار دمشق الدولي وإعلانها منطقة عسكرية النظام ينفي هذا الموضوع كيف تقرأ المشهد الآن في سوريا كل سوريا اليوم في مأزق ليس النظام فقط كل سوريا اليوم في مأزق كل الدول اليوم في مأزق طيب بكرا نهزم النظام ونهزم الرئيس بشار الأسد هل سوف تعم سوريا السلام؟ هذا السؤال بعد ما شفناه بمصر ما حدث في مصر ليس صورة دموية هل سوف يعم السلام سوريا؟ أنا أعتقد بأن مقرارات جناف هي الحل اليوم المناسب لسوريا لماذا بدل إقامة اجتماعات لما يسمى أصدقاء سوريا لماذا لا نذهب إلى تطبيق مؤتمر جناف الذي يؤمن انتقال السلطة السلمية؟ سؤال إذن هناك من يريد من لا يريد الخير لسوريا في حال كسبت المعارضة بلدة أو كسبت نظام بلدة هذا تفصيل صغير في المشهد الإقليمي وفي المشهد الدولي الذي يحدث في المشهد اسمح لي أن ننتقل إلى الوضع اللبناني الآن المشهد في طرابلس لا يبشر بخير الآن هناك هدوء حذر حاليا ولكن من يتحمل مسؤولية تأجيج الوضع في طرابلس؟ أنتم كتيار وطني إلى من تحملون المسؤولية بشكل مباشر إنعكاسات الحرب في السورية اليوم بالطرابلس هي إنعكاسة التي لا يحدث في السورية اثنين المسؤول اليوم مما حدث ويحدث في طرابلس هؤلاء الذين يستعملون خطابا مذهبيا وخطابا تجيشيا وبالفعل هم يعني لا يستطيعون لملمة الشارع أو التقاط الشارع سميلي لو سمحت منهم طيال مستقبل طيال مستقبل وحلفائي يعني من صيدة إلى طرابلس ما يحدث اليوم بالأمس ما حدث أمس في طرابلس خطير وخطير جدا وعلى الدولة اللبنانية على الحكومة اللبنانية على الجيش اللبناني الضرب بيد من حديد كل من تسول نفسه أن يخوم بمقامه به وإنما مع الأسف اليوم يعني بماذا مكبل اليوم الجيش اللبناني مكبل بهذه النزعة المذهبية التي يحاول إصبغى البعض على أحداث طرابلس ما زند جبل محسن أو أهلي طرابلس بما حدث فيه شباب رح يناضلوا بسوريا وقتلوا يعني هذه كمين بدأ تفصيل مين أخوات ديهم كيف ذهبوا لماذا ذهبوا عن أي طريق ذهبوا من سلحهم من دربهم من مولهم قبل 14 من أذار تقول أنهم ذهبوا من تلقاء أنفسهم لا أعتقد لا أعتقد يعني كمين هذه تبسيط جدا وهروب من المسؤولية برأيك من دفعهم إلى الذهاب إلى سوريا من يستعمل اليوم المساجد منابر من أجل تصعيد مذهبي في لبنان من يستعمل اليوم السياسة من أجل تصعيد مذهبي في لبنان من يقول للناس بأن هناك خطر شيعي على السنة وبأن هناك خطر على أهلنا في السنة في لبنان من يقول هذا الخطاب من يستعمل هذه العبارات أنا عم بيستعملها يعني في كلام غير مسؤول وأنا أخاف على لبنان من الأزمة السورية نعم برأيك هل نحن أمام فتنة كبرى كما يصفها البعض حتى اليوم من يريد أن تقع الفتنة لا يستطيع أن يوقع لبنان بها حتى اليوم ومن يستطيع لا يريد طيب هل قامت السلطات الأمنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في الأزمة في طرابلس أم لها بالطبع كامت بما تستطيع القيام به وأنا مطلوب منها أكثر هو أن تضرب بيد من حديد ظاهرة الأسير لو تم القضاء عليها نستعمل عبارة كما هي في مهدها لما أصبح الأسير اليوم بهذا الحجم ما حدث في طرابلس نستطيع كنا أنه لم يتبقى لدي الكثير من الوقت أريد أن أسأل بعض الأسئلة ولكن أجوب سريعة جدا سمحت السيد عقاب سقر عرض تسجيلات كاملة أنتم لماذا تعرضون هذه التسجيلات بشكل كامل هل هناك نية لعرض هذه التسجيلات عقاب سقر نائب في لبنان ليعود إلى لبنان ويساعد السوريين موجودين في لبنان ليس دوره لا إقليمي ولا سعودي هل تمتلكون التسجيلات كاملة ويمكن أن تعرضوها فيما بعد؟ ربما ما رأيك بتعليق رئيس الحكومة سيد نجيب مقاطي على التسجيلات؟ أنا أعتقد لا أحد يستطيع أن يعلق على التسجيلات إلا القضاء اللبناني وعلى القضاء أن يكون بلوليه ولكن أقال أن الرجل حر بس الحرية هم تحمل معنيان أن حر يرتكب أخطاء وحر يرتكب جرائم وأن مع القضاء نتحرك طيب فيما يتعلق بهذه التسجيلات يعني الرجل أنت أعلامي يا صديقي هل ترضى أن يعامل الإعلام كما عمله النائب العظيم عقاب صأر؟ هذا ليس موضوع النقاش مع الأسف الإعلاميون اليوم مسؤولون عن ما قاله عقاب صأر لأنهم لا يستطيعون أن يدفع عن نفسه أنا أريد أن أتحدث بالتحديد عن ما ورد في التسجيلات أو الجزء الآخر الذي عرضها عقاب صأر يعني كان هناك واضح أن هناك اجتزاء وهذا اتهام وربما اتهام لكم فيما بعد وحتى أن الرجل قال بشكل صريح أنه سيرفع نعم نحن بالعكس نحن نتمنى أن نروح القضاء نحن نتمنى طيب للأسف يعني الوقت دهمنا أشكرك جزيل الشكر السيد طوني نصر الله القياد في التيار الوطني الحر على حضورك معنا هنا في استيديوهات الميدين والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نلقاكم غدا بإذن الله تعالى إلى اللقاء اشتركوا في القناة